اشتركوا في القناة اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمشاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد في القول والعمل قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب ورحمه ورفع درجته في عليين في تكملة لرسالة أرسلها لعالم من أهل المدينة قال الشيخ رحمه الله وأما الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فلما قال بعض الصحابة ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندى قل ما شاء الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلاه لما قال بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندى يعني جعلت مشيئتي مع مشيئة الله جل وعلا والند هو الشريك قل ما شاء الله وحده أرشده إلى التوحيد وهو الإقرار بمشيئة أنها مشيئة خالصة لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله وأما المشيئة العادية هذه ليست عبادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذه الإنسان له مشيئة ولهذا يعذب أو ينعم بسبب مشيئته أليس هذا واضحا بلى نعم وهديناه النجدين ما هو وهديناه النجدين يعني سبيل الخير وسبيل وسبيل الشر هذه هم النجدين نعم أحسن الله إليك قال وفي الحديث الثاني قال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده نعم الصحابة آذاهم بعض المشركين فقال بعضهم لبعض قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نستغيث به من هذا المنافق نستغيث به من هذا المشرك المنافق نعم من هذا المنافق والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر هذا النفاق الأكبر وأما النفاق الأصغر فهذا يصدر من بعض المسلمين وإنما النفاق الأكبر نعم أحسن الله قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده عند الشدايت الرسول لا ينجي من الشدايت اللهم صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ينجي منها هو الله هو الذي ينجي من الشدايت والكربات أحسن الله إليك قال وفي الحديث الثالث أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور نعم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة نعم يصورون معبوداتهم وينصبونها على الحيطان صور المعبودين لأجل أن يتذكروا موقفهم منها فهذا من فعل المشركين ونصب الصور لا يجوز نصب الصور على الجدران هذا أمر لا يجوز لأنه تعظيم للمخلوق والتعظيم إنما هو حق لله سبحانه وتعالى فالواجب جالت الصور المعلقة من البيوت وفي الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وفي الحديث الآخر لا تدع صورة إلا طمستها والحديث الرابع لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجمع الصدقات ويأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني في اليمن من أهل الكتاب يعني الكتاب المنزل كالتوراة والإنجيل والزبور من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شف من أهل الكتاب ويحتاجون إلى دعوة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني الزكاة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذا القصد من الزكاة أنها تأخذ من الأغنية فالفقير ليس عليه زكاة وترد على فقرائهم محتاجين وهذا من التعاون على البر والتقوى نعم أحسن الله إليك والحديث الخامس عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا الحديث كان معاذ بن جبر رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فهذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك فقال يا معاذ فقلت لبيك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق العباد على الله وحق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم هذا فيه رد العلم إلى العالم وإن الإنسان لا يجيب بجهل فليرد العلم إلى العالم الذي قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو الذي خلقهم من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فمن عبد الله حق عبادته فإن الله يقيه من العذاب وينجيه من العذاب ومن الكربات والشدائد هذا من فضل التوحيد نعم قال رحمه الله والأحاديث في هذا ما تحصى قال الشيخ رحمه الله والأحاديث في هذا المعنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحصى وإنما هذا نموذج منها فلتراجع كتب السنة الصحيحة فهي مدونة فيها والحمد لله نعم قال رحمه الله وأما تنويهه صلى الله عليه وسلم بأن دينه يتغير بعده فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأما وأما تنويهه صلى الله عليه وسلم بأن دينه يتغير بعده نعم جاء في الحديث أن ناساً يوم القيامة يذادون عن الحوض إذا وردوا إليه فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم بعداً لمن غير يعني فدل على أن الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يخدثون أموراً من البدع والمحدثات والواقع يشهد لذلك كم أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من البدع قال فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم أحسن الله إليك قال وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه فالبدعة لا تقبل ممن جاء بها وإنما ترفض وترد على المبتدع ويقال له هذه بدعة وكل بدعة ضلالة نعم الحديث اللفظ الآخر من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل هذه رواية ثانية من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه لا يقبل منه من عمل عملاً ليس عليه أمرنا أي شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود عليه لا يقبله الله فالله جل وعلا لا يقبل البدع والمحدثات وإنما وإنما يقبل التوحيد الخالص والعبادة الخالصة لله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي الحديث افترقت الأمم قبلكم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من الواحدة يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي الأمم فبعد وفاة رسلها أحدثت بدعا أحدثت بدعا في الدين ما جاءت به الرسل وهذا في كل زمان يحدث هذا إذا اندرست آثار الرسالة جاءت البدع ولهذا وإياكم ومحدثات الأمور قال صلى الله عليه وسلم وإياكم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد شوف كيف صور الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وقع في الغرق فإنه يمسك الحبل الذي ينجيه من الغرق يمسكه بأسنانه من الحرص على تمسكه به بأسنانه من الحرص على تمسكه به لأن لا ينفلت منه فيهلك فهذا تشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بليغ في أن الإنسان الواقع في البدع كالواقع في الغرق إذا عجز عن إمساك الحبل الذي ينجيه من الغرق بيده خشي أن ينفلت منه لأن اليد تلين أحيانا تضعف أحيانا فيمسكه بأسنانه من الحرص على بقائه معه لينجو به من البدع والمحدثات وهذا فيه خطر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وإن كان كثير من الناس إنما يعيشون على البدع والعياذ بالله يعيشون على البدع ويحرصون عليها ولهذا في كل خطبة من خطب الجمع يقول الخطيب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذا أمر مهم جدا يجب على الخطباء أن يحيوه وأن يتمسكو به وأن يقولوه في كل خطبة وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن نعم هذا الحديث فيه تحذير تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع وإخبار منه صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يقعون فيها قال صلى الله عليه وسلم ألا تتبعن سنن من قبلكم يعني في البدع حذو القذة بالقذة يعني السهم يجعل له قذتان مثل جناحي الطائر من أجل أن يطير إذا أطلقه الرامي إلى الهدف تعادل القذتان كالأجنحة للطائر حتى يصيب الهدف المصوب نحوه شوف بلاغة التشبيه منه صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الضب جحر الضب من من أعسر من أعسر الجحور متعرج الضب يجعله متعرج لأن لا يدخل عليه فيه من حذق الضب في حفر الجحر الذي يؤويه أنه يجعله متعرج حتى لا يدخل عليه أحد إلا بصعوبة نعم وهذا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا هذا فيه التشبه وأنه سيبقى في هذه الأمة تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما تأخر الزمان كثرت البدع والمحدثات بسبب الجهل بالسنن فالواجب ظهار السنن للناس حتى يعرفوها والتحذير من البدع حتى يحذروها نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين